فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقفنا في الحلقة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال رحمه الله قال غير واحد من السلف معناه لألا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولوا قد وافقون في قبلتنا فيوشكوا أن يوافقون في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل وقوله إلا الذين ظلموا منهم هم قريش فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلا شك أن حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أنه حدث عظيم حصل بسببه اعتراضات واستشكالات كثيرة من المعاندين والمعارضين والجهال وضعاف الإيمان والواجب على المؤمن أن يتبع أوامر الله جل وعلا حيث وجهه يتوجه من غير اعتراض سواء وجهه إلى بيت المقدس أو وجهه إلى الكعبة ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن الإيمان بالله واليوم الآخر اتباع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه دون اعتراض أو انتقاد فإن هذا ليس شأن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا فالمؤمن يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيث ما وجهه يتوجه ولذلك لما حولت القبلة وصلى ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى الكعبة وخرجوا إلى مسجد بني زريق وجدوهم يصلون إلى بيت المقدس لأنه لم يبلغهم تحويل القبلة فلما أخبروهم استداروا وهم في الصلاة استداروا وهم في الصلاة من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون أي استشكال لأنهم مؤمنون بالله عز وجل ومؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم فهم يدورون مع أمر الله جل وعلا أما اليهود فإنهم فرحوا في الأول لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم وقالوا إنه سيوافق ديننا وليس هذا هو ليس هذا كما تصوره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمشى مع أمر الله فحيث لم يأمره الله بتحول عن بيت المقدس بقي على ذلك بقي على ذلك فلما أمره الله بالتحول إلى الكعبة توجه إلى الكعبة دون أي توقف وتوجه معه المؤمنون دون أي اعتراض أو أي استشكال لأنهم عباد لله يأتمرون بأمره فهو لم يستقبل بيت المقدس من أجل أن يتبع اليهود وإنما استقبل بيت المقدس لأنه لم يؤمر بالتحول عنه بعده ولما تحول إلى الكعبة فنفس الاعتراض الذي قاله اليهود قال المشركون تحول إلى قبلتنا يعني الكعبة المشركون من العرب تحول إلى قبلتنا فيوشك أن يتحول إلى ديننا يعني دين المشركين وعبادة الأصنام حاشا وكلا فهو لا يلتمس رضا أحد من الناس أو موافقة أحد من الناس وإنما يتمشى مع أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على الصلاة إلى بيت المقدس لحتج عليكم اليهود بأن قبلتكم الكعبة كما هو عندهم في التوراة وكذلك الذين ظلموا منهم وهم المشركون ظنوا أن تحوله إلى الكعبة أنه سيتحول إلى دين المشركين والله جل وعلا وصفهم بالظلم إلا الذين ظلموا منهم أي من الكفار فهؤلاء لا عبرة بقولهم أو توقعاتهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمشى مع رغبات الناس أو استرضاء الناس وإنما يتمشى حسب أوامر الله سبحانه وتعالى فلا مطمع لأحد لا من اليهود ولا من المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيوافقهم على ما هم عليه أو يترضاهم في دينهم وإنما هو يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشوا اليهود ولا تخشوا المشركين وإن قالوا ما قالوا فإنكم مع الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وامتثال أمره ومن كان كذلك فإنه لا يخشى أحداً في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وإن اعترض المعترضون